السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أحد المواضيع اللي وردت في امتحان أمسات مؤخرا وقبل شوي خلصت الحصة هذه حليت نفس الموضوع هذا مع طالبات عندي في دورة خاصة رب ينجحهم ينجح الجميع فالأفكار اللي طلعنا فيها مع بعضنا هي ما يريد. أول نبدأ بالموضوع If you don't If you won one million dirhams how would you spend them? لو تربع عشر مليون شلون تصرفهم من الأفكار اللي جابوها الطلبة Travel the world Avoid excessive spending يبدأ عن صرف فلوس كثيرة Donate to charity يعطي للخيريات I will start my own business I will give to my parents I won't go to work anymore I will give to my parents I will give to my parents يعني يستثمر الربع يدلع نفسه Spent It will be spent وهاي save it توفير و donated تعطي للخيريات شركات الخيرية وجمعيات الخيرية طيب نحن قلنا في الأكاديميك لازم المقدمة تكون واضحة تخبط يعني جملة أو جملتين تقدم فيها الموضوع بعدين تخبر المدرس المصاحح شو رح تكتب بالضبط The sudden winning of a huge amount of money إن الإنسان يربح فجأة يعني مبلغ كبير is a common hypothetical question سؤال هذا دائما افتراضي نسأل لبعضنا ونحن صغار ولا في أي مرحلة من العمر that nearly تقريبا everyone has been asked كل واحد سؤال سؤال لو معك مليون لو معك عشرة مليون شو تسوي At least one in his or her life بعدين نقول In this essay I will write the ways in which I will spend 10 million درهم إيش لو أنا أصرفها 10 مليون درهم مرة واحدة دائما لما نكتب الجملة الأولى في البدي تكون هي topic sentence واللي تحتها الكل يكون مرتبط بها شوفوا الجملة هنا كيف هذه هذه واحدة منهم The English Proverbs says تذكروا نحن الواحد لازم يستعرض عضلاتها شوية على الأستاذ في الرمسات عشان يعرف مستوك ويطلعك من بين الناس اللي يكتبوك كده يعني فالحكمة الإنجليزية تقول Proverb يعني حكمة wisdom Don't put all your eggs in one basket ما تحط كل البيضات في سلة واحدة تتكسر تضيع المقصود منها هو استثماراتك أو فلوسك ما تحط في مشروع واحد So If I had won this big amount of money تصوروا هنا شو استخدمنا هنا التصريف الثالث If I had won والإف هذه جملة شرطية طيب هاي ما لازم تكون كابتول زين If I had won this big نص الثاني لجملة شرطية I would have divided it into four parts لكنت قسمت إلى أربع الحين هذه الجملة الرئيسية اللي تحتها قلنا الأفكار الأربع رح تتبين Firstly استخدام الكوننكتورز دائما أكد ليه مهم جدا Firstly Secondly Finally إلى آخر Firstly I will invest a quarter الربع بدل ما أقول مليونين وخمسمئة استخدمنا كلمة quarter الربع of this amount in projects في مشاريع that would yield yield يعني تجيب لي steady income income يعني دخل steady ثابت for me إذن الربع رح نستثمرها في مشاريع والمشاريع هذه لازم تدخلي دخل ثابت for example هنا لما تعطي for example ولا أي شيء أنت هنا الهدف منه أنك تربح كلمات عدد كلمات كثير لأن المطلوب منك توصل 250 كلمة ودائما نحن نعرف لما تعطي الريزن يأما تفسر أو تعطي مثال وهذا شرحت كثير في الفيديوهات نزيل for example دائما وراها I have always dreamt of having my own salon أي واحدة من البنات قالت أنا يكون عندي صالون therefore لذلك I would definitely مية بالمية definitely start one أبدا واحد no matter how much it costs مهما كلف حلو استخدام كلمة no matter how then no matter how much it costs خلصنا النقطة الأولى هذه ربع الأموال راحت هناك ملينا نص نجيل الثانية secondly I would simply spend another 25% شوفوا عشان ما نعيد التكرار ما قلنا هنا ربع مرة ثانية 25% on my family راح نصرف ربع العلا باسقلي يعني أساسا كيف راح نصرف هم I would make some upgrades to our house so with تغييرات في البيت and lots of trips around the world و سفريات حول العالم روح I have always wanted to visit Sydney Madrid and Singapore طبعا اختيار مدن عشوائي يعني with this money in hand بهالفلوس وهي بين ايدي I would make that dream come true سأوحقق ذلك الحلم easy كلمات سهلة وحلوة انك تقدر تستخدمها تفرق معاك في العلامات the third chunk of the amount chunk يعني قسم قطعة من هالأموال اهلا اقصد بها الربع الثالث would be saved in my bank account هاي سكر الله في الحساب في البنك I think it is always nice to have cash in hand الواحد يكون عند الكاش سهل ان يطلع just in case في صورة ما an investing opportunity شوز اذا طلعت او برزت فرصة استثمارية يكون الكاش جهز مرة تلقى صفقات اوكي الحين الجزء الرابع اللي هم الملينين ونص الباقين the last party is growing straight to the red crescent in the ua east red crescent الهلال الاحمر الاماراتي because I believe they know better how to spend that money for needy people from around the world الهلال الاحمر بيساعد كل الشعوب على اختلاف الوانها واجناسها ودياناتها فهم يعرفوا من ولمحتاج حلو الكلام نجي على الخاتمة الخاتمة هي الاربع نقاط هذه راح علخصها بشكل اخر عشان نبعد على التكرار to conclude دائما وراها كما لا تنسوا owning 10 مليون درهم is a wish that هذا حلم امنية انك تملك 10 مليون if it happens لو تحصل اهو I will definitely مية بالمية set my plan to action انا بح بح شغل المخطط اللي already عندي يعني انا خلاص اللي هو شو لما تصد نقطتين فوق بعث يعني راح اتفسر ما تحتاج تكتب بايمين ولا شو investing استثمار saving توفير donating تعطي شو اسم الكلمة تعطي للهذا and spending in four equal proportion باربع نسب متوازية اللي هم ربع 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 وبس بعدين نبهت البنات قلت لهم حاولوا تستخدموا فالرائتين not only but also عشان طلبتوا الجمل ممكن تبدو بجملة nobody can deny اذا ملجيت اي فكرة تبدأ بها الموضوع وقلت لهم ان ابدل بكوز خليهم يستخدموا سنسو فور وهادا ميثال she was late for her class since she missed the bus ربع رجح الجميع وربي وفقكم وإلى اللقاء